من الأخلاق خلق إذا وجد في حياة الإنسان ساعده أن يكون مبدع إنه خلق الرفق يا الله عندما تكون رفيقا رحيما لينا بالآخرين تخيل أن تكليفك برفق تخيل أن عملك برفق تخيل أنك تراعي الآخرين تخيل واحد يقول لك والله بس ما ودي أكلف عليك صدقني أنك تقوم بالعملة تخيل أختك تقول لك يا أخوي والله بس ما ودي أكلف عليك أنا أحتاج منك كذا صدقني ولذلك نصيحتي ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ترى عافة العجلة قاتلة رائعا تجعل حياتك مليئة بالرفق و دعنا نتكلم في الأسرة لا تستعجل الحكم على الآخرين لا تستعجل تنتقد الآخرين لا تستعجل اتهام الآخرين لا تستعجل ترميهم بسوء الظن لا إياك كن رفيقا تأنى لعل هذا الموقف خلفه موقف كم من رجل لم يدرك أن زوجته في أول الزواج حاملا و أن تصرفاتها كانت بسبب يعني ما تسمى بالنساء عند المرأة و آثار و تبعات الحمل و وقعت طلاق و وقعت مشافي كم من إنسان اختلف مع أخته في موقف كانت أخته تعاني من الدورة الشهرية لم يراعي هذا الأمر تخيل من إنسان مثلا تشادد مع مديرة في العمل و المدير لم يفقى أن هذا الشخص يعاني مثلا من أمه المريضة أو والده المريض أو ابنه المريض أو بنته المريضة يخي رائع أن يرفق بعضنا ببعض حتى نزرع في حياتنا أن تستمر هذه الحياة و ليس ما ندى كلامي أن تكون مهملا و أن تكون تطوع الناس كلهم لك لا و الله إن بعضنا يعيش اليوم باستغلال هذه الكلمات استغلالها لا أن تكون أيضا أنت تراعيهم و الله عارف نفسك أنك بطيء في التهيئة و التجهز يخي قبلها بنصف ساعة عشان لا تؤذي أسرتك عارف أن عندك مشكلة أنت في الكتابة في الفصل عندك كذا نبه الأستاذ بهذا عشان يرفق بك و يقدر ظرفك عندك مشكلة أنت في الأمور المالية لماذا لا تخبر زوجتك عشان ترفق بك أما مسوي روحك ما شاء الله أنك من الأثرياء و كذا و معيشهم أنك دودخل عظيم و كذا ترى بيحاسبونك على هذا كله ما راح يرفقون فيك الرفق أن تكون واضح أن تعيش معهم بوضوح تعبان قل حق الآخرين تعبان ما تقدر قل حق الآخرين ما أقدر عشان يرفقون بك و يساعدونك إياك و الكذب فما دمر علاقاتنا إلا الكذب و جعل لحظات الصدق مهدرة لأنك أمضيتها بذلك فلم يرفقون بك و رائع إن كنت مديرا أو مسؤولا أو أعطاك الله شيء من هذه الدنيا على الآخرين أن ترفق بمشاعرهم و حاسيسهم و لا تزدري أحدا في مركبه أو ملبسه أو مناسباته أو غير ذلك من أشياء الله يجعلنا و إياكم نحشر مع أولئك الرحماء الرفقاء